السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لنا درسنا اليوم ودرس التناسبية سلم التصميم والخرائط الهدف في هذا الدرس هو تحديد مسافة على التصميم استنتاج المسافة الحقيقية باستخدام مفهوم التناسبية تحديد سلم تصميم ثم التعرف على أن الأبعاد على التصميم متناسبة مع الأبعاد حقيقية إذن قلت سبق لنا سبق لنا أن تعرفنا على كيفية استعمال تناسبية في حل وضعيات متنوعة وذلك باستخدام جدول تناسبية كذلك معامل التناسب إذن بالنسبة لدرسنا اليوم سنتمكن كذلك من تحديد المسافة الحقيقية على التصميم اختيار وضعية تناسبية لاستنتاج معامل التناسب وهو الذي سنسميه سلم التصميم بعد ذلك سنقوم بقياس المسافة الحقيقية أو الأبعاد الحقيقية إذن سنبدأ بأنشطة تمهيد إذن التمرين الأول الرسم أعلى هو تصميم إذن هذا الرسم هو تصميم لبقعة أرضية مجزعة إذن هذا يعتبر تصميم تصميم قلنا هو تصغير للواقع إذن نقوله تصميم هو تصغير للواقع إذن هذه هي ليست بقعة أرضية هذا فقط تصغير لتلك البقعة الأرضية إذن هي مجزعة إلى مستطيلات ومربعات السؤال هو أملأ الجدول التالي إذن ماذا نلاحظ المعطيات الموجودة في هذا الجدول المسافة على التصميم إذن هو المسافة حقيقية التي سنقوم بإيجادها أو بحسابها ثم المسافة الحقيقية عفوا بالسنتيمتر والمسافة الحقيقية بالمتر إذن سنبدأ بالضلع R-C هو المسافة R-C المسافة بين A و C إذن هذه المسافة المسافة هنا بالسنتيمتر هي 9 إذن لاحظوا هنا أعطونا أن كل تربعة تساوي سنتيمتر هذا يعني إذا أردنا أن نقوم بحساب المسافة بين A-C فقط سنحسب عدد التربعات الموجودة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إذن 9 سنتيمتر 9 سنتيمتر المسافة الحقيقية أعطونا بأن المسافة الحقيقية بالسنتيمتر هي 1800 إذن هنا للانتقال من عدد السطر الأول إلى عدد السطر الثاني بما أنه وجد ولي عدد متنسبة يجب أن يكون هناك مهاملا للتناسب إذن كيف إذن كيف اتقلنا من عدد من العدد التسع إلى العدد 1800 كيف نحصل على معامل التناسب قلنا نقوم بقسمة عدد السطر الثاني على العدد المرافقة لها من السطر الأول إذن سنقوم بقسمة 1809 سنجد معامل التناسب هو 200 إذن هنا أي عدد وجدنا في السطر الأول فقط نقوم بضربه في معامل التناسب لأن نحصل على عدد السطر الثاني إذن دائما نبحث على المسافة على التصميم ثم نقوم بضربها في معامل التناسب لنحصلها على المسافة الحقيقية الآن لدينا المسافة أب إذن المسافة أب إذن سنحصل بعد التربعات 1 2 3 4 5 6 7 إذن المسافة الحقيقية إذن سنقوم بالضرب في معامل التناسب اللي نحصل على 1400 كذلك المسافة هنا على التصميم هي 1 2 هي 2 سنتيمتر إذن المسافة الحقيقية هي 400 EF هذا من 400 سنتيمتر EF إذن المسافة بين E و F إذن 1 2 3 4 إذن هي 4 سنتيمتر درب في معامل التناسب نحصل على 800 سنتيمتر المسافة AF 1 2 3 4 5 6 6 سنتيمتر بدرب في معامل التناسب سنحصل إلى 1200 EF 5 سنتيمتر كذلك نقوم بدرب في معامل التناسب نحصل على 10 ألف إذن هنا المسافة الحقيقية بالمتر هنا فقط تحويل من سنتيمتر إلى المتر إذن 1800 سنتيمتر هنا نحصل على 18 متر لأن سنتيمتر ديسيمتر ثم نصل إلى المتر إذن نحصل على 18 مترا كذلك UM D مسافة الحقيقية بالمتر 14 H J مسافة الحقيقية بالمتر هي 4 F المسافة الحقيقية بالمتر 8 F المسافة الحقيقية بالمتر 12 D المسافة الحقيقية بالمتر هي 10 إذن هنا لم نخرج عن قاعدة معامل التناسب إذن هذا جدول لأعداد متناسبة إذن إذا أخذنا فقط الجزء هذا هو جدول لأعداد متناسبة جدول أعداد متناسبة دائما حصلنا على معامل التناسب كيف ذلك؟ كيف حصلنا على معامل التناسب بقسمة أعداد سطر الثاني على الأعداد المرافقة لها في السطر الأول حصلنا على معامل التناسب إذن هو نفس العلاقة إذن تصميم المسافة على التصميم والمسافة الحقيقية دائما العلاقة بينهما هي علاقة تناسبية ولا يوجد شيء جديد في هذا الأمر إذن سنتابع الأسئلة إذن السؤال ما هي المسافة الحقيقية التي يمثلها واحد سنتيمتر على التصميم إذن هنا تسعة قلنا سمثل 1800 إذن هنا تسعة قلنا بضربها في معامل التناسب لنحصلها على 1800 إذا كان لدينا خانة أخرى بها واحد كذلك سأقوم بضربها في معامل التناسب لأحصل على ماذا على مئة دائما نضرب في معامل التناسب إذن السؤال ما هي المسافة التي يمثلها واحد سنتيمتر على التصميم هي مئة سنتيمتر نقوم بضربها في معامل التناسب أتحقق أن المسافة على التصميم بالسنتيمتر متناسبة مع المسافات الحقيقية بالسنتيمتر ما هو معامل التناسب إذن هنا إذا قمنا بقسمة عدد السطر الثاني على عدد السطر الأول نجد معامل التناسب وهو 100 إذن معامل التناسب هو 100 معامل التناسب يسمى سلم التصميم هذا المعامل دي التناسب كان اسميه سلم تصميم سلم التصميم معامل التناسب يسمى سلم التصميم ولكن سلم تصميم كيفش كان حصله عليها؟ كان حصله عليها بمقلوب مقلوب هذا المعامل أكسب هذا السلم على شكل عدد كسري بسطه يساوي واحد إذن نحصل على سلم تصميم هذا المعامل التناسب كنبير المقلوب دياله إذن أنا واحد على مئتان ماذا يعني هذا؟ أن كل واحد سنتيمتر في التصميم هو يساوي مئتان سنتيمتر في الحقيقة هذا هو المفهوم ديال هذا السلم تصميم هذا السلم تصميم دائما يقول لك بأن كل واحد سنتيمتر يعطيني مئتان سنتيمتر في الواقع كل سنتيمتر في التصميم راه هو يعطيني مئتان سنتيمتر في الحقيقة مفهوم إذن هذه الطريقة باش نحصل على سلم تصميم سلم تصميم فقط هو مقلوب دياله معامل التناسب إذن نصل إلى معارف وقرعي العبارة تصميم حسب السلم واحد على مئتان تعني ماذا؟ إذن هذا السلم تصميم شنو كي يعني؟ يعني أن واحد سنتيمتر على التصميم يمثل مئتان سنتيمتر في الحقيقة الأبعاد على التصميم متناسبة مع الأبعاد الحقيقية ومعامل تناسب وواحد على مئتان قالوا غنا منك نقول قسمة مئتان ربح اللي نقول في واحد على مئتان هذا المفهوم دياله إذن قسمة مئتان تعني ضرب واحد على مئتان إذن الأبعاد على التصميم متناسبة مع أبعاد حقيقية ومعامل تناسب هو واحد على مئتان لحسابي المسافة الحقيقية نضرب المسافة على التصميم في مئتان هو مقام السلم إذن باش نتاقلوا من المسافة على التصميم المسافة الحقيقية كم نضربوا في المقلوب ديال المقلوب ديال هذا السلم يعني إحنا منك نبغو نتاقلوا من الفوق التحت كم نضربوا في مئتان كم نتاقلوا من المسافة الحقيقية المسافة على التصميم كم نقوموا بالقسمة على مئتان إذن لحساب المسافة على التصميم إذن نقسم المسافة الحقيقية على مئتان إذن إذا كانت عندنا المسافة الحقيقية ونعرف المسافة على التصميم كم نضربوا في القسمة على مئتان أي نضرب المسافة الحقيقية في السلم هو 1 على 100 إذن هنا ننتقل للتمرير الرقم 2 بعض التصاميم أو الخرائط تحتوي على رسم لتفسير السلم ألاحظ جيدا الجدول الآتي وأتممه إذن هنا لدينا رسم يمثل السلم إذن هذا الرسم يتعطيناه بشيء مثل السلم إذن السلم إما كنكتبوه على شكل 1 على 10 1 على 100 1 على 1000 أو يتعطيناه 1 الرسم تبياني بحراء هذا الرسم هذا هذا الرسم هذا شنو يقول لك يقول لك بأنه 1 سنتيمتر يعني من سفر سالة جياء هذا 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر على التصميم يمثله 10 متر في الحقيقة يعني كل 100 متر في السمين هذا المسجل السميم هذا يمثله 10 متر في الحقيقة تفسير Даيته إذا نمنا الإعلان 1 سنتيمتر يمثله 10 متر 1 سنتيمتر في السمين يمثله 10 متر في الحقيقة يعني إلا تأخذنا whipped 100 متر ذلك السمين 았�نا الحقيقة رغضي نسبوه 10 متر أفهم؟ إذن هنا تحويل فقط نحاوله كل شي Gestioni كي نحصل على السلم يجب أن يكون لدي نفس الواحدة إذن لدينا السنتيمتر نحصل على سنتيمتر إذن سلم يكون هو 1 على ألف يعني واحد سنتيمتر في التصميم يمثل ألف سنتيمتر في الحقيقة كنتظن فهمت التسجيل إذن هنا نفس الشيء أعطونا واحد تمثيل إذن هذا سنتيمتر إذن سنتيمتر يمثل ماذا؟ يمثل 25 متر لأنها يعطينا الواحدة المتر إذن هذا سنتيمتر هذا واحد سنتيمتر ويمثل ماذا؟ يمثل 25 متر إذن أنا لا أريد أن نرى هذا كامل فقط سنرى ما أحتاجه 1 سنتيمتر يمثل 25 متر طبعا تلحل 2 سنتيمتر وهي تمثل 50 متر إذا أعطونا غير نيشان هكذا مباشر أعطونا 2 سنتيمتر تمثل 50 سنعرف 1 سنتيمتر إذن بقسمة نقسمه لك 5 سنتيمتر ولكننا دجرة أعطينا 1 سنتيمتر يمثل 25 مترا إذن 1 سنتيمتر يمثل 25 مترا إذن أقوم بالتحويل إذن أقول ماذا؟ كيف حصل على السلم دون تحويل إلى نفس الواحدة نحول المتر إلى سنتيمتر إذن 1 سنتيمتر يمثل 2500 سنتيمتر إذن 1 سنتيمتر في التصميم يمثل 2500 سنتيمتر في الحقيقة إذن السلم دائما هو 1 إلى 2500 1 سنتيمتر يمثل 2500 على الحقيقة نفس الشيء هنا إذن أعطينا صفر الواحد رغم أن هذا ليس قياس لأخذنا المستر ولكن هذا يمثل صفر الواحد إذن هذا الجزء هذا الجزء يمثل سنتيمتر إذن 1 سنتيمتر يمثل ماذا؟ إذن أرى وصلنا حتى الثلاثين إذن أعفون ثلاثة ثلاثة كيلومتر يعني هذا كيلومتر هذا كيلومتر إذن 1 سنتيمتر يمثل كم من كيلومتر يمثل كيلومتر إذن 1 سنتيمتر في التصميم يمثل كيلومتر في الحقيقة بل najleالحال نحن نقول دائما ندخل نحن تحويل إذن 1 سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ألف سنتيمتر إذن سنتيمتر نضيف سنتيمتر إذن السلم هو واحد على مئة ألف هذا يعني أن واحد سنتيمتر في التصميم يمثل مئة ألف سنتيمتر في الحقيقة إذن هذا باختصار طرس اليوم ستكمل التمريل المتبقية إذن قلنا دائما لنعرف السلم يجب أن نحول إلى نفس الواحدة